عايزة أتكلم كمان عن كيان كبير أكيد اسمه النادي الأهلي النادي الأهلي اللي كل يوم الحقيقة بنعرف وبنتأكد أنه الأهلي ده يمكن غير وفي حتة تانية يا خالص زي ما بيقول وأنا بقول الكلام ده ليه دلوقتي؟ لأنه النهاردة المجلس الإدارة كالعادة برئاسة كابتن محمود خطيب دائما ما يستقبل الوفود من خارج مصر التوأمة والشراكة اللي بتحصل ما بين الدول والأندية خاصة الأندية العربية ده مستمر ودايما نلاقيه في النادي الأهلي فزي ما انتم شايفين في الفيديو ده نهاردة الظهر في مقر النادي في الجزيرة كان فيه وفد من نادي أهلي بنغاز الليبي وأشققنا طبعا في ليبيا كان الوفد ده في استقباله طبعا في المقدمة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة وكان الوفد ده بيضم كل من سيد خالد السعيتي طبعا رئيس مجلس إدارة الأهلي بنغازي ومحمد العمروني كمان وأيضا خالد البرعاصي توفيق الدغاري أعضاء مجلس إدارة النادي طبعا كان بيرحب الكابتن محمود الخطيب بالوفد الليبي وكان بحضور زي ما احنا شايفين سيد العمري فاروق نائب الرئيس طرق أنديل محمد الجرحي أمير توفيق مدير التعاقدات طبعا كمان الوفد الليبي كان بيقدم تهنئته للأهلي بمناسبة الفوز ببطولة أفراقيا لسه التهنئة مستمرة والتتويق بالميدالية البرونزية طبعا فيه بطولة كس العلم للأندية وزي ما قولنا بنكرر دايما التأكيد على العلاقات الوطيدة اللي بتربط ما بين النادي الأهلي وأشقاءه من الأندية العربية كافة طبعا وفد الأهلي بني غازي النهاردة كان بيقوم بجولة في مقر النادي أهمها طبعا دولاب البطولات اللي ما فيش حد بيزوره أكيد من الدخل أو من الخارج إلا لازم يقابل دولاب البطولات بطولات دولاب أو دولاب بطولات النادي الأهلي تمثل كمان الراحل الماستر صالح سليم حمام السباحة صالة الأمير عبدالله الفيصل مختار التش طبعا غرف الملابس وغيرها من الأماكن في الجزيرة